اهلا بحضراتكم من جديد من راحب بديوفنا اللي نضمننا في الستوديو طبعا يعني لجوم كورة اليد للسيدات المدرب العام طبعا الكبير كابتن ياسي صلاح حالا بيك كابتن اهلا بيك نورتنا ودي المرة تانية مع بعض ان شاء الله ان شاء الله يعني تبقى بطولات واحداث كتيرة ان شاء الله بإذن الله ونضمننا كمان غادة حسام لعبة الفريق ونجمة الفريق اهلا بيك اهلا بيك اهلا بحضرتك منورانا اول مرة لديك معنا في الستوديو ان شاء الله مش اخر مرة وبطولات اكيد كتير ان شاء الله ومعنا طبعا نجمة الفريق اسراء السيد اهلا بيك اهلا اقول لك كابشوهندسة اقول لك اهلا لاتنين ماشي لا ربنا يوفقك يعني طبعا ونقول لك لاتنين ان شاء الله ان شاء الله اروح لكابتن ياسر كابتن السنة اللي فاتت مفيش بطولة راحت منها الحمد لله يمكن اعلاميا بنحاول نحط الضوء عليكو اكتر لان انتو فريق الحمد لله يعني حق بطولات كبيرة كلمنا عن انجاز بتاع السنة اللي فاتت وكلمنا برضو زي هتطلعوا من الانجاز ده على الاستعدادات المسلم جديد اه الحمد لله احنا حققنا المسلم اللي فات اه اربع مطلات اه كانت اه الدوري وكاس مصر ومنطقة القاهرة وكانت غيبة عننا كاس السوبر رجعناه السنة اللي فاتت اللي هو المسلم اللي فات وان شاء الله كان الاعداد اعداد خوي لان البنات كمان كانوا عندهم حافز ان هما ياخدوا السوبر والاقطات يا كابتن من الاحتفال ده كان في نادي سبورتن ده كان في نادي سبورتن ده نهاء الكاس وانا هو الغريبة وانا لعبت المسلم اللي فاتت انا ملعبتش نائيات هنا انا لسه بقى جالك في دي احكابت الدور وطللنا فيها سبني انا لسه متسخنينش هكتر انا سخنان يعني الوحد يعني نهاء الكاس بيتلعب في اسكندرية تفضل لك نهاء الدوري تلعب في اسكندرية ونهاء الكاس تلعب في اسكندرية ما بينهم حوالي يومين ودي كانت مفاجأة استغربناها يعني بس انت عارف الاهلي في اي حتة وفي اي مكان بيلعب لا بس انا عايز افاهم الناس عشان ما تفهمش حاجة غلط احنا بنقول ان نهاء الكاس دايما بتعمل في ارض محايدة بيبقى ليه يعني بيبقى ليه بروتوكول معين كده وحاجة بتبقى متعرف عليها الصعب شوية انه يتعمل في يعني او في ملعب احد طرفيه بالنهائي اه ده اللي احنا بنتكلفه عشان لاست افتكارنا بنقول حاجة لا كان سبورتنج النافينال معاكم بالنهاية الكاس في ملعب هو اه دي طبعا وجهة نظر الانتحاد واه ونادي سبورتن طبعا نادي اه اه اختارهم والرسترهم والعيبة بالعكس العيبة كلهم زمايل اه اه ادارة دقيقتنا بنتكلم على مسترى واحدة على يعني على شغل واحدة على مبدأ واحد احنا ما بنتكلمش على نادي خالص والله احنا نبديكلم طالما تحطيت حاجة معينة ومشيت عليها والدولة كلها تمشي عليها ما نفعش عمل اكسبشن معين هو المفروض ان هو بيحصل قرعة والقرعة كان حصل خلاف والخلاف قال لك لا خلاص احنا هنقرر نهائي الكاس احنا كالتحاد هيقرر لجنة المسابقات انها هقرر في الاخر هي هتوديه فين جميل فجينا ان هو بقى في اسكندرية هين هو يقرر للوجيك اللي يبقى المفروض مش محتاجة كلام كتير نتمنى السنة دي بقى ان نرأي حاجة في انتخابات جديدة واكد مجلس برجات جديدة وكده بقى عايش احنا بدأنا من حوالي شهر ونص اعدادنا نحن عندنا السنة دي اربع بطولات الدوري منطقة قاهرة كاس مصر ثم افريقيا حبا افريقيا يا كابتن يعني ما طلبناه بالامس يعني اصبح حقيقي والله احنا السنة اللي فاتت كنا مفروض نقش افريقيا نقش عرب عادنا انا وكابتن بيسا درسنا وكابتن بيسا في الموضوع ده كتير اوي في المطشط ديت فقلنا لا نستنى شوية نوقف على نوقف البنات على رجدها ولان احنا مش عادين نعمل تسريك يعني احنا عادين ناخد bطولة فا عدنا كويس عد السنها دي اعداد قوي لان ان شاء الله في شهر اربعة بطولة أفريقيا وبإذن الله هناخدها بإذن الله بإذن الله غدا يمكن نتكلم أطلع من منطقة أفريقيا يعني عليك كنا السنة الفات بنتكلم وكان كابتن ياسر معايا في الستوديو وكان أماني لنعب أفريقيا عايزين أفريقيا تيجي أنت حاسة حماسة عايزة تلعب بكوة دي أكيد طبعا بالنسبة أننا عايزين نشارك في أفريقيا إحنا حاسين أننا نجيبها وعندنا مستوى أننا نجري أفريقيا لما شاركنا قبل كده كان مستوى ما جهزناش كويس شاركتي فيه قبل كده أنت أنا أفريقيا 2015 كانت في المغرب خدنا مركز سادس كان لنا أخطاء وكمان خدنا خبرة فأكيد إحنا عرفنا إيه الأخطاء وإيه اللي هنقدر نعمل عليه إن إحنا نقدر نجري أفريقيا وإن إحنا عايزين إن شاء الله ناخدها وكمان الحافظ إنها عندنا في نادي وعلى أرضنا فدي أكبر دافع لنا طبعا إن إحنا ناخد أفريقيا على أرضنا إن شاء الله بيزوء بالعافية إن شاء الله طب قوليه بس أنت يعني بداياتك كانت في نادي الأهلي صح؟ طيب وإيه اللي حبيبك في كرة اليد برغم من اللعبة صعبة شوي على البداية اللي حبيبني فيها إن أنا بتفرق كتير على مطشاط وأسمع عن عمالك بتاعت كرة اليد وكمانهم كانت بيسة وندا كذا حارس مارما يعني فهو ده اللي حبيبني إن أنا عايز ألعب في اللعبة وإن أنا عايز أشارك فيها والحمد لله يعني لما قديت فيها وحسيت طعم الفوز والمكسب وقدي الروح واللعبة وكلام ده كله وكمانهم بحكم دراستي فأنا شايف أنه ده حلم ووقع قدامي فقلت لأ خلاص نكمل كرة اليد ما نشقدتش لأي لعبة تانية خلص وكملتي وماشاء الله عليك دلوقتي نجمة كبيرة بس هو برضه يعني عارفة بيبقى فيه نادي الأهلي بالذات في كرة اليد لو ريحت شوية يعني بيبقى فيه أجيال وأجيال بتطلع أكيد طبعا إنتي يازم تاخد المواضيع يعني أنا كنت بسمح وره أجل هوا منكم كابتر ياسر على التمين وصعبته فيعني بتهياري إنتي حاسة وإنتوا حاسين كلكم أن إنتوا لو ريحت شوية مش هبقى ني مكان هنا صح؟ دي حاجة بس يعني دايما بالنسبة الكبير دايما بيشد صغير بيديله خبرته وبيعرف يعني هو أصلا مش هكمل في الملعب كتير هو بتبقى هي سونة الحياة في آخر في مرة هتيجي هتعتزل فلازم عشان النادي يقدر يوقف على مكانه والنادي يقدر فعلا يقدر هو دا وياخد دايما مركز أول فلازم كبير بيشد صغير يقول له خبرته بيعرف يديله الخبرة بتاعته إزاي ودي حاجة من الحاجات الممكن يفتقدها أي نادي تاني إن النادي عندنا لأ إحنا بنشد صغير عشان نقدر هو يدينا خبرته وإحنا كمان نقدر نخوط خبرتهم ونقدر نعمل ماجد معنا يعني لسه السنة اللي فاتت كان فيه تسعوضين الستة وتسعين دول من ضمنهم حارسين مرمى معنا بسم الله ما شاء الله اتنم بجد يعني يسافروا كاسعالم وخدوا خبرة أنا خدت منهم خبرة وكمان لأنا بديها لهم هم بياخدوا الخبرة منها ما أكيد وعلى فكرة كل اللي قعدوا مكانك همه من لعبين ولعبات قالوا نفس الكلام ودي روح النادي الأهلي يمكن برضو إسرائي أنت بيتقاسي طبعا عشان طبعا صعب إنك تنظم ما بين الكلية والنادي وطبعا ونادي الأهلي بالذات يعني من كل النوادي عشو أن إحنا يعني تقريبا منتمرن كل يوم ناشا ايه؟ وكابتن ياسي وكابتن ياسي بيطلع علينا بالتنمية وإحنا بيشتكي على الهوة يعني إحنا فعلا بناتعب كل اللي معاي يعني إحنا معاينا برضو تبقى أسنان ومعاينا ناس كتيرة في كليات كمة بتبقى ضغطة بس إحنا في الآخر بنبقى حسين أن إحنا بنعمل حاجة لأنه يعني في ناس كتير ما بيتمرنوش ولا بيعملوا حاجة والوقت بيضيع فأنا أضيع مش بأضيع وقتي أنا بستغل وقتي في حاجة كويسة مفيدة لئة أحسن من أن أضيعه في أي حاجة كده حتى كليات العملية صعبة جدا طبعا ما فيش كلية سهلة بس عائية مشكلة في هندسة نية محتاجة انتظام ومحتاجة أحضور وده بيبقى فيه مشكلة شوية لما بيكون عندنا بطولة مثلا أسبوع أو مع أسكر فإن أنت تروح تتكلم مع دكتور دي حاجة مش حاجة سهلة خالص بزاة عم شمس بالزبط هندسة عم شمس دي يعني فظيعة يعني فعلا هو فيه فيه كتير بقابل دكاترا يعني بيجيبوا لي يأس الموضوع أنت يعني أنت مستقبالك أنه هو هندسة أولا فأنت الترعابي ده يعني مالوش لازمة فأنا طبعا ده بالنسبة لي أنا مقتنعش بكلام حد بس هو فعلا بيجيب لي يأس بردو بيأثر علي بس ففي الأول في الآخر أن أنا مقتنع أن أنا هعمل اللي علي وإن شاء الله ربنا يوفقني في الاثنين أكيد أكيد وطبعا ما ينفعش تبقوا معنا في الستوديو وما يكونش معانا طبعا على الهوى كابتن بيسا حسن رئيس الجهاز والمدير الفني طبعا إزاك يا كابتن إزاك يا هايسر إزاك صحيتك عاملة إيه الحمد لله إيه جاهزين جاهزين الموسم ولا إيه يا رب إن شاء الله وهم طبعا كلهم في الستوديو بيمسوا عليك طبعا بمسوا عليك على الكابتن ياسر وإسراء على غادر كابتن عاملة إيه بيمسوا عليك طبعا وليلي بقى إحنا كنا بنتكلم عن بطولة أفريقيا يا كابتن وكان يعني ده حديك كنت معايا مداخلة وكان ده حلم عندك إن إحنا نستضيف أفريقيا والحلم الحمد لله تحقق شايف والله فضل يا كابتن إحنا يعني شغالين دلوقتي يعني برسوم بطولة أفريقيا إن شاء الله هنلعب إحنا مشاكتين حاجة اسمها تمثيل مشارج وأنا عادت معهم ومكلمت معهم في الموضوع دوت وبنشتغل على الموضوع ده أنا والكابتن ياسر إن إحنا هننبدل كل لما نقدر هما البنات بيقولوا لي يا كابتن هيا سبقى صعب أنا معندي صعب ومعندي صحيح لأن أنا في وقت من الأوقات برضو إتقالي كده وإحنا الحمد لله كتبنا بطولة أفريقيا ستبعين مع الناد الأهلي فأقول لهم يعني خلي عندكم أمال وأحلام إن شاء الله فرصة حلوة إن هي على أرضنا إن كتبتبوها في عمله طريق لنا صحيح وكمان عايز أقول لك برضو يا كابتن إن كنت شفت بطولة أفريقيا للباسكت وحديت كنت متابعها الجمهور بيحرك الصخر يعني أكيد وجود الجماهير النادي الأهلي هيبقى البطولة هتبقى في حتة تانية خالص بالنسبة لنادي الأهلي والله الكماهير بتحرج الصخر يعني ده دي حقيقة يعني وهي الحمد لله إن هتبقى في جمهورهم وبسط أرضهم مش حدحك على الناس إن أنا أقول يا هايسم إننا نحن قريفين منها وإن شاء الله نقضها بنسبة التساية المية وكلام ده لأن نحن بعيد أو فترة كبيرة بسبب طبعا انتعار نظام الرياضة والاتخارات صحيح صحيح بحث لأن نقول عن المستوى وتنسيل الدول لكن بالنسبة إن إحنا أمل كبير فيهم لأننا عاني خمات وانا مؤمنة بيها جدا كلعيبة ووثقة فيهم إن هم يقدروا حققوا الحل لأنه في حجم الصحيح طيب ويعني حضرتك يعني برضو قوليلي كنت محتاجة دعم السنة دي كلعبات جدد ولا الحمد لله النادي الأهلي مش محتاج دعم خاصة بفكورة اليد للسيدات والله إحنا السنة دينا بسم بختارة طبعا دوريا فو بطالة لأسباب شغلها طبعا بنت خريجة هندسة صحيح 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 فهي كلمت معي الصراحة وهي زي بنت وأنا طبعا اللي أرضاه لبلادي هارضاهولها يعني فهي قاعد بتكلمت معي وقالت لي أن أنا يعني أنا رجرت وحاس أن أنا لازم يبق لي كرير بقى ونازم مشتغل لأن فينا صغيرة بدأ يتبار علي الصغير صحيح صحيح وهم في الآخر طبعا بيلجأوا ليكي وطبعا حضرتك يعني تعودنا عليك أن أنت وراء كل البنات بصراحة وليك دور كبير صحيح طبعا بس أنت عالف النجي الأهلي ما بيقفش على حد يهيسم صحيح وإن شاء الله نور بروحها معنا وإحنا نخرج من البنات الصغيرين السنة إن شاء الله يلعبوا مع الدرجة الأولى وبالنسبة للمجموعة اللي معنا يعني أنا ما كنتش شايفة خلص ولا الكبتين ياسر اللي نحن محتاجين أي حد من بره نجيبه لأن الحمد لله يا ربي أنا أبسط جدا في البنات اللي معايا أنهما من أحسن النماذج الموجودة في مصر وبنحاول يعني على عدد من يضر أن كل هدفنا جراسة كرة أفريقيا مركبين أو على كرة أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله اللي فعلا الحالي كثير أو بعيد عن الهندبولت بالنادي الألف مار كلنا كلنا وراكو يا كابتن بيسا إن شاء الله وطبعا نورتيني وشرفتيني كابتن بيسا حسني طبعا رئيس جهاز كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي وكمان المدير الفني كلنا وراكو حقيقة يعني قدتيني أنا شخصيا حتى طاقة إيجابية جدا بحماسك وسقطك الكبيرة جدا في البنات وسقطك كبيرة جدا إن شاء الله نقدر نعمل حاجة ديتيني طاقة يعني تمنيت إن لو بطولة بكرة إن شاء الله ونقدر يعني نفرح الجماهير أرجع يعني لسه شفتي كلام بوزك في انرجي محتاج منكم شغل كبير احنا احنا بنتعب فعلا يعني احنا مجد بنعمل مجهود جامد وكل يعني كل جهاز الفني بيتعب معنا سواء كابتن ياسر بجد كله بيتعب وإحنا كالعيبة برضو بنتعب جامد وبنعمل فترة إعداد جامدة وهيدي اللي يمكن بتفرق معنا في المتشاط يعني إحنا غالباً بنفرق على كل الفرق في الشوت التاني لإن إحنا نفسنا بيكون أقوى والبدني بتاعنا أحسن فإحنا بنتعب ده باتي بس بنلاقي ده بعدين في المتشاط وكده أنت مركزك ايه سنتر هاف سنتر هاف اعم عشان مرضو وإيه الموضوع ده يعني برضو أنت بحتاجة يعني الدماغ ووضح أن الدماغ برضو كبيرة أكيد في الملعب إن شاء الله إن شاء الله طب كابتن ياسر يعني أكيد ما فيش حياة وردية في كل حال أكيد في مشاكل قول لي مشاكل كوي والله أنا ما عنديش مشاكل كبيرة يعني مشاكل كلها عادية اللي هي الدراسة الشغل زي بنوفق بين الاتنين الاتنين ومن على قد ومن يقدر بنحاول الحمد لله السنة دي يمكن أنا السنة اللي فاتت أو السنة دي بمعنى أصح لأن أنا عندي ثلاث أجيال عندي الدرقة الأولى وعندي 96 وعندي الاتحاد سمح لنا باتنين لعيبة من 98 إن هم يلعبوا معنا تمام تلاث أجيال منهم جدين معايا من سنة اللي فاتت اللي هو الدرقة الأولى 96 وبدأنا فعلا هيحصل اندماج كويس قوي وفي طول 98 إن شاء الله عندهم أفريقيا ما يرجعوا من أفريقيا المتخب من أمتى عندهم الشهر الشهر الجاي يعني هما في معسكر هيرعبوا ويرجعوا لنا ينضموا معنا ويلعبوا إن شاء الله هيحصل برضو اندماج في رئة الأهل هتبقى إن شاء الله لها شأن كبير أنا أمتى شايفين شايفين فعلا إن ثلاث أجيال في موسم يعني أنا مش عايز أقول معجزة لكن مستقبل النادي الأهلي وليعب اليد في النادي الأهلي فعلا الثلاث أجيال دول هيعملوا تاريخ إن بطولة أفريخ إن شاء الله أكيد وإحنا سقفين فيكم كبير يا كابتن وعرباني جدا اللي حماسة تتكلموا بيا كابتن يعني حماسة نابع من أحساس بالمسؤولية أكيد يعني دي حاجة جميلة جدا جدا طبعا يعني مش عايز أقول إن قدرت النادي موفرنا كل حاجة ومشاط الرياضي بصراحة زي إيه مثلا كابتن يعني إحنا مقدمين على معسكر في شهر تسعة متوافق عليه دخلي دخلي أحد المحافظات ألا هنا ألا هيبقى هنا إن شاء الله هيبقى جزء هنا وجزء هايبقى في المحافظات كمان برضو عندنا التدعيم النادي نسمح لنا إن إحنا ندعم إن شاء الله في تدعيم وإن شاء الله ماشيين فيه يعني بإذن الله يخلص مع التدعيم اللي هو موفر الله حدثة قريدة تمام إن شاء الله بإذن الله هماشيين بإعداد قوي يمكن هم قوي أو يسرع تقول لك هكابتن درابي شادر وبتاع شكلك تعملين بكاملين بس لأ بس برابع عليك يعني بس تعرف طبعا بصولة قوية وعلى أرضنا مستعدين لها بدري الحمد لله بصبت يعني عندنا حوالي 8 شهور أنا شايف إن 8 شهور مش مكتنع إن هما بدي أنا حاسس إنه لسه معلش إنتوا إنتوا شايفين إن دي هم شايفين إن ده تعب بس صدقوني البطولة والإنجازات ما بيجيش غير من العرب طبعا أكيد يعني فهو بس أنا غادة حاسس إليك حاجة بردو أنت ما ساكد أعلن حرصت المرمى آآ كابتن بيسا وبعدها نادا نادا مجدي جميل طب ده بالنسبة للسيدات بالنسبة للرجال شايفين أحسن حارس مرمى أو النفس كتب إزاي الروبي الروبي بس الروبي يمكن حضرتيه بيلعب كتير أو لا؟ حضرتيه بيلعب كتير هو كان حارس مرمى منتخب مصر حارس كبير كبير جدا طب قولي لي يعني أنت كنت بتكلمي في نقطة حلوة جدا يمكن قبل مدخل كابتن بيسا حتة طبعا تسليم الأجيال يعني وفوجود ثلاث أجيال في الفريق شايفة ده يعني مد باور ولا لما يبقى فيه جيلين بس جيل طوال أو جيل أو كبير بيكون أحسن لا طبعا شايفة أن ثلاث أجيال ده يبقى حاجة قويسة وكمان تبقى تدعيم للكبير بحيث أنه يبقى شايف دايما إن شاء المسئولية أنا لازم أقدي في الملعب وللصغير بحيث أنه برضو أنا وصلت المكانة دي شايف أن الكابتن بيسا وكابتن ياسر مثلا واسقين فيه لازم أبقى أكون أقدي للمسئولية فبيدي برضو في الملعب فده بيطلع عائد علينا إحنا في الآخر إن إحنا بنحقق بيبقى شكلنا كمان كويس فدي بتبقى شايفها حاجة كويسة جدا بس اشتركتوا مع المنتخب قليلة أو برضو بالنسبة للمنتخب سيدات درجة أولى وما فيش يعني من 2012 كان فيه بطولة مفروض بس سنة اللي فاتت اتلغت على آخر فترات يعني دلوقتي هما مهتمين بالنشئات اللي هما جيل 98 وإن شاء الله ربنا يوفقهم هما جيل كويس قوي وفيه دكتورة وبين في مجلس الإدارة يا كابتن هيل المنهلة وهي دكتورة مرأمين طبعا هاي المتبنية الماضاء ده كل التوزيع ليحلب لما فيه حد بيعمل حاجة كويسة بنقول يا كابتن على فترات لا هي عاملة شغلة كويسة عاملة شغلة كويسة قالت ها بي بي بجيل زغير عشان اوصل بي أفريقيا بس يمكن وعدة لما تحققوا حاجة يا رب يا رب سوف أفريقيا هتفتحوا نفس الناس اني نرك عليهم انت خمسة أكيد إن شاء الله أكيد إن شاء الله طب أجيلك بها أسرائي انت من المسايل الأعلى أنا مسايل الأعلى أحمد الأحمر ومش بيلعب في مركزي بس أنا معجبة بالستايل نفسه يعني هو ده يمكن أكتر حد طيب ومين عن المستوى السيدات السيدات بسابكوا بعليهم يعني هو طبعا مشكلتي يعني مش باجب بحد في مركزي يعني لو أنا بس بيعجبني طريقة لعبة حد فأنا بحب ده سلام مسلا إيه؟ إزاي مسر الاسلام مثلا أه لأ عشان هو عنده فوتويك كويس يعني هو تقريبا أنا عشان بعدي أكتر أو يعني مش بشوت كتير من بارة فهو يعني شبه هالستايل السيحنا عندنا أسبق مصر الشويتة من بارة ولانين جدا سواء الرجال أو السلام لا الرجال في أكيد لكن السيدات شوية لا والله عندنا كابتون عاصم حمد عندك في عندنا مصطفى خليل في عندنا منضوح لا فيها إسلام برضو مش ممكن بس معوقف الملعب هي إلا ما بتخليش أه ممكن يعني أنا كان معي كابت من مصر هنا في ستوديو قالوا دي مشكلة عامة مش في الأهل أصدقى عامة على مصر الشويتة الطوال اللي من الخط الخلفي قليلين أولا لا فيه والله أجيال طالعة كويسة لا فيه فيه يعني اسراء يقولي أنا مختارك أكتر أقف فجأت في بماغي من لطة دي يعني حتة القلة الشويتة أو بتاع والعلمك دي برضو بتبقى جيال على حسب الجيل يعني ممكن تلاقي جيل كامل طلع فيه جيل زهبي طلع كان فيه شويتة كتير فيه جيل مما طلع يعني تبقى على حسب الصدق أو ما شاء الله كمان جيل 98 فيه ناس كتير بتشوت من بورا يعني احنا معانا كابتن الفريق طبعا اللعبة مي الشام زاكة مية أخبارك عامل ايه في التمرين يعني طمينين كل دمامي الحمد لله أظن يعني انتم متجمعين من وراي هم بس قالك كده نعمل ريليز شوية من التمرين أخبارك يا مية عامل ايه طمينين أخبارك كلك خير والله يعني فيه إصابة كده خفيفة بس يعني معاهم خير طمينينا خير يعني حاجة بس طف تنكر رجلينا كده ان شاء الله يعني ما انتزم بقى في التمرين بإذن الله على أول الأسبوع كده ان شاء الله طب انت شايفة استعدادات للموسم الجديد ايه يعني البطولات اللي انت جبتوها السنة اللي فاتت اكيد بتبقى حملة عليك وزائدوا يعني طموحاتنا وأحلامنا معاكو بتجبر شايفة ده ازاي والله اشنا استعداداتنا بإذن الله في الفترة الجاية كبيرة يعني كابتن ياسر معاكو يمكن هو أفضل مني يتكلم في الموضوع ده بس الانجازات اللي احنا عملناها السيزن اللي فاتت هي عبق ومسئولية تدير علينا بشكل معناوي ان احنا ما يفعش نكون أقل من السيزن اللي فاتت فيمكن كمان تموحاتنا أكبر لأنه فيه تمثيل أكبر فده يعني شوية عمشينا مسئولية وربنا يكسر احنا يعني معاكو ياسر وكابتن بيسا وعلى الله يعني عرف ان شاء الله مي قوليلي انت بتاخدوا كام يوم أجازة من التمرين مالاشا سألنا مالاشا سألنا مالاشا كده شاكينا عنكمل ما أحد بعد قولي الحقيقة يا مي يعني بيسيبك من الكابتن ياسر معنا ياسر السرحة بعد التراطب من التمرين طب السرحة من أول في السيزن وهو معنا قال لينا خلاص ما كيش مشكلة في الفترة الأولينية دي طالما لسا ما بدأناش متشاط والتزامات هناخد يومين أجازة والصراحة يعني حاجة موزة جدا يومين اعني يا ماي. يومين يقولي الحقيقة. يومين بلاشر. عادي من مشффREد لك فارت اقدام لا لا يا صديقata لو. لو لو يومين اجازة ده معنى لاش فيوش كلمة كده البلاد هنا قاعدة بتتسرق بدل قاوت التمرين. لو كانوا يومين اجازة غاية مص تمالية. لا لا بس انا بصراحة هي حاسة كده هقولها اه فن ميا اه ما несколько ان احنا ناخد اه ايام كثير اجازة. اه. لان بدمقى فترة الاعادات بيبقى فيه احمال معينة. صحيح. اكتر من يومين دي حاجة بتبقى ميس كويسة للعيب. صحيح. صحيح. يمكن دي فيمكن اه كابتن بصراحة ليه ليه وجه بنظر بالموضوع ده انا مهنا عنه. حتى يعني بصراح اتكلمت مع النص نغير ايام الاجازة ايام تانية. اه. بصراحة اقناعني. وانا بقى. انا وضع. بيقولك ليك مكافأة ان شاء الله تخدي يوم زيادة عن البنات. مي الشام طبعا كابتن الفريب اشكرك شكرا جزيرا نورتيني وشرفتيني عجباني الروح اللي ما بينكم يا جماعة. وازاي بتهزروا وازاي يعني ماخديني الموضوع فاني. بنهون على ضع. بتهون على بعض. بتهون على بعض. العزاب الاليم. يعني طبعا بتهون على بعض. عزاب التاملين القليل. ايوه. عشان لارت نكمل. تاملين بالنسبة لنا تلت ساعات. طبعا قبليها بساعة وابليها بساعة. فهو خمس ساعات من اليوم. بس يعني برضو. يعني دولة عمري بقول طرامة المجود او الوقت بيروح في حاجة بلاقي فيها في الاخر مقابل. بتبقى يعني. اكيد. يعني هو الفكرة كلنا احنا بجده حاطين قدامنا. يعني مش عايز ازبق احداث ان احنا يعني تلت بطولات بطولة افريقيا. يعني هي فعلا هو الهدف للفرقة كلها هو في طولة افريقيا. واحنا مش عايزين اي حاجات ادي. طبعا طبعا لان ده حلم جدير. وزا ما كان حسنا حلم سوبر الولاد او الرجال. اه الموسم الماضي حققلنا ودخل دولة البطولات البطولة الاول مرة تيجي يعني وزا ما كابتن بي سألت. بقى ان مساء التسعة وسبعين تعيب انا كابتن عوالي تلاتين سنة. تلاتين سنة بس ان ان شاء الله اديها بازن الله. كابتن ياسر برضو البنات دايما مظلومين يعني دايما بقول كده ليه? الا ان الاحتراف يمكن غطى في رجال اوي عن انتقالات البنات والحتة دي. شايف ده ازاي وشايف ازاي يعني نخلي عندنا الناحيتين. ماشين زي ده? اه بالنسبة ان احنا كنادي اهلي تمام يمكن اه فيه سعب بيحصل دورات في امارات تمام. عندي غادة بتطلع. عندي نور ياسين تلعت. عندي يارة تلعت. تمام. ماتشاط دي برضو ماتشاط كويسة. اه مشكلتنا ان مفيش منتخب كبير. وكان متعامل منتخب كبير قدر اقول له سيدات. اه مرانه شهر. وبعد كده. اه. هي مش البطولة اللي تلعت. هي الاتحاد رفض ان هو يروح لانا نحن المادية يعني. اه. 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 فديها طبعا بيبعدنا كتير. اه. وبيأثر علينا كأندية كمان ان احنا بنيجي نخش زي طولة افريقيا او بنيجي وعاد شوية. اه. بس اعتقد ان انا يمكن السنة دي الخطوة اللي احنا كنادي اهلي خدها. لما جي عقد الغادة انها تلعب دورة اللي هي بتاع دورة ودية يعني. بارة بتعمل في الامارات. اه. ودناها. وفي اسراء. اه. يارة. ونور يسين. اه. فالنادي ما بمناعش بيطلع وبيرجع. ببكا انه برضو يعني. احتكاد برضو. اه. بلزبط. اه. اللاعبات محسوش من الموضوع. بس احنا عندنا في رحاد جمعة برضو. يعني بنت نادي الاهل بتهياء. اه اه. وعندنا اه. مارو عيد. مارو عيد. مارو عيد. اخت نصر عيد. اه اه. نصر قت معي هنا في. بلزبط اه السنة الموسم اللي فات. الموسم اللي فات. وهي كمان جول كيبر في كورة القدم. اه. الجودة الوحيدة اللي بياخد كارت تصفر. لا يا بص هيا باشا الله يعني. كد صعب انادي يعني جول كيبر. يعني في كورة بالظبط، كانت مواصبة بين اللعبتين وكنا عم نمشيين من سعيدها إنها تقدر تلعب بقرة القدم وقرة القدم بس الحب جمعة برضو يعني ناشية كويس فرانسا متابعة كانت متابعة 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 احتكاكاتها نتمنى يبقى عندنا عشرين الحب جمعة عندنا إن شاء الله بإذن الله بطولة أفريقيا ده هيبقى بالظبط كده هيبقى المهولة جديد للعيبة في مصر بالذات في مروة وإرحاب وإن شاء الله برضو مروة وإرحاب ربنا يسهل ويبقوا معنا برضو في أفريق في كلام كده وماشي شوفت يا جماعة خبر حصر ياهو يعني إن شاء الله نستعين بأولادنا أو بناتنا المحترفات بالخارج إن شاء الله ويا رب طبعا عمرهم هيتأخروا يعني على وجودهم بنادي الأهلي زي ما بسموهم الطيور المهاجرة يعني هادة قوليلي انت مش حابة الاحتراف حتى في دماغك حاجة زي كده خاصة انت خلصت دراستك هبقى عندك الاحتمالات احترافك أعلى شايفة ده الزي والله يعني لأه أنا بالنسبة الاحتراف حاطة الاحتراف ده برضو هدف من أهداف يعني كان ممكن يبقى في حاجة السنة دي هو كان فيه أبعد يازم السنة دي كان غدجت لها فعلا عادوا برا في الإمارات وحنا عادنا معاها عادنا معاها بعد طورة أفريقيا ان شاء الله وحنا نوفططر وهي بالعكس هي رجحت وقالت لأ خلاص صلعنا طورة أفريقيا عندنا هنا فانا هاعدة السنة دي نادي ايه هناك في الامراض معايول عادي يعني جزيرة الامراض اه عادي جزيرة انت كان هو يعني بتهيلي ادائك في الدورة الودية يعني شجع هي مدربة بتاعت النادي جنسية جزائرية هي اللي شافتني يعني وعرضت علي يعني ان هي تساعدني في موضوع الاحتراف بعد ما شافت ان انا اصلا عندي نية ان انا اسافر واحترف ولما جيت اعدت مع كابتن بيسا وكابتن ياسر بعد ما رجعت من السفر كان اول سيزون قلت لهم يعني ان انا عندي نية وان انا عايزة سافر واحترف قالوا لي نستني السنة ديات عندنا بطولة افريقية وعايزين ناخدها والنادي هو الكمان لها نظمها ما ينفعش انا عايزة دعم مش بنقصها دمن الفرقة طبعا ما قدرشها اكيد سكيته وقلت اه بالضبط قلت ساعة يعني هي اول من في الاخر بالضبط لا لا خالص يعني هو انا كاكا الريدي لسا بحضر في رسالة رسالتي فقلت خلاص يا كمان سنة لما حتى هياخد بطولة افريقية لانا هاعرف كمان مستوية فين ممكن بدلا ما تجيب لي حاجة مسلا حاجة احسن اه بالضبط تفكير منظم وهيل تبرو عليك تبرو يا خليك اسراء انت ناوية تحترف ولا ايه يعني اهما فيش حد ما فيش حد مش هدف والاحتراف بس انا حاليه يعني في الكلية يعني ما فيش مليات اسراء تعبانة من الدكاترة هنا بس خلاص انت تحتاجها ايو انا نفسي اوجيه بسبب وزير التربية والتعليم اه او طانية ماداني كده خلاص قدامك سنتين بس ان شاء الله يا رب يا عاد على خير على خمس ايه عايز اتكالي وزير التربية والتعليم ايو اتكوني كوسادي اهو وزير التربية والتعليم هو بتاعته وزير التعليم العالم ايو انا نعمل حاجة كويسة احنا نعرف ان احنا نمشي الدراسة مع الكلية بس ما بنلاقيش تشجيع من الدكاترة ولا مساعدة حتى يعني مش تشجيع احنا نقل يعني انا عندي في كلاتي تسليم شيتات كتير وهيا كتير يعني ما بيعملوش اي اكسافشنز لحد اه حتى لو جبتلو جواب النادي يعني ده مش مقتنع بالكلام ده ده قرار الوزيري ميمشيش هناك ما هو ده يعني حتى لو قرار الوزيري ميمشيش على الكنحة مشكلة مشكلة كبيرة فهي مشكلة فبجد نفسي حد يحلها عشان شاعل الله تتحل بالعرادة انا كنت هندسة زي كنت هندسة قاهرة كنت بعاني من انت بتعنيه بس عدت وخي يعني اشتغلتش هندسة اشتغلتش هندسة اشتغل الناس اللي مطلعا اشتغلت وبعتزلتش يا محتاجة شوات ارادة ان شاء الله اني شايف ان عندك الارادة ده موجودة بس برافو عليك ان انت اتفكري كده و برافو ان انت يعني حطي ده تارجت عليك ومش هيعطي لك خلي بالك ان انت تشتغل لا انا مش بتعطني بس يعني انا برضو عايز اقول حاجة ان انا فعلا بمساعدة ماما بجد انا مكنتش حصل يعني مكنش حارفة اوصل لده لانه انا فعلا هي ارا كلية والتمرين والبيت بقى ماما عليها كل حاجة فاية بجد انا بشكرها بجد جدا عشان هي بتتعب معايا قوي ايه فاشكرها اه يا رب بلادي الاب والام بياليهم دورك بيت جدا يفرغوا الولد او البنت الهدفكم لتمحطهم طبعا هي من وانا فقولها ابتدائي معاي في التمرينات ف انا انا بشكرها معاك لان انا عارف قدي الام والاب بيتعابوا جدا جدا معاك وانت مكنش هتوصلي ولا هتعضل معاك كده الا وتتكلمي بالثقة وبالنجاح ده الى ما يكون في اسرة كاملة وراك طبعا مناجه لهم الشكر كمان وانت كمان انت بقى ايه بابا ولا ماما اللي تعبنين معاك يا جدا ماما انت برضو ماما اللي تعبنين ماما واختي انت صحلاهم اه اه ما الشكل واصابات بقى وكله اه اه يعني ماما عانيت كتير من 100 عام لاصابات ان جاتلي علي فترة اصابة اصابتين جاتلي في سنة واحدة كانت مرة غضروف ومرة صليبو غضروف اه واختي بحكم ان هي برضو تعب معايا اصغر الله اكبر اكبر اه بترع معايا في فرقه برضو معاها ناسا ماشاء الله ماشاء الله اه فهي دايما صار واخدة جانب النادي ومشاكل النادي والدراسة عشان هي برضو يعني هي بتحضر الدكتوراه ماشاء الله فهي وضع نفس الكرير يعني ماما بعفي البيتوا واصابات ومشاكل وماما مش اقدرة هو كي ربنا معكم او تتعاكم اه كلمة اخيرة بقى كده في نهايتنا توجيها الجمهوري نديد اه اه ان شاء الله يعني الاول بشكرهم كلهم من هما بيدعمونه واثاني حاجة بتمنى وجودهم تاني يرجع تاني في المطار بتاعتنا اللي هنا وبيوعدهم ان شاء الله بيبطرها افرقية قريب يعني ان شاء الله ونفرحهم بها انا أنا أشكرهم وأتمنى أنهم يبقوا معنا في المتشاط عشان هما حافظ كبير لنا وإحنا عوزين نفرحهم عوزين نفرح النادي الأهلي كله بالبطولة دي وإحنا بجد عندنا أمل كبير لها مع أنها فعلا حاجة صعبة وكبيرة عشان ما شاركناش فيها بس إن شاء الله يعني نجب إن شاء الله أدو أدوها ودو إن شاء الله تناشى الكلمة الجمهوري نادي الأهلي اللي بيتبعونا واللي إحنا يعلم لبقى سعداء لما بيأزروا إن شاء الله زي ما رجعنا السوبر من نادي الأهلي بإذن الله بإذن الله نوعد إن شاء الله بالدوري وبطولة أفرقيا بإذن الله بإذن الله كابتالي ياسر صراح مدرب العام شكرا جزيرة طبعا خليل أول السيدات كرة دياد شكرا جزيرة أن أورتني وكان لقاء ممتع بسرعة مبرا خليل تعزي أعلم بيك طبعا جادة بشكريك شكرا جزيرة ربنا خليك شفا ربنا وفاك إذا كنت مع الأهلي أو فرحة احترفتني يا رب إن شاء الله أصلاح نوارتني يا باش مدسة شكرا يعني ربنا يعينك على الجديد يا رب نوارتني وصلاح أبنا يخليك شكرا أعزائي مشاهدين انتظرونا هنروح لفقرة جديدة هنستقبل الكابتن إهاب الألفي المدير الأول لفريق كرة السلة للسيدات هنتناقش معايا عن الإنجازات عن الموسم الماضي وزي تم تحقيقها وهنتكلم معايا عن استعداداته للموسم الجديد والصفقات الجديدة ما تروحوش بعيد أكيد حلقة تهمكو وفيها فقرة كمان تهمكو ما تروحوش بعيد